أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أحبتي صلبة الصف الثامن في الوحدة الأولى حول دائرة مستديرة سنتناول خلال هذا الأسبوع عدة محاور أنا كطالب أحبتي في بداية كل أسبوع أسأل نفسي ماذا سأتناول خلال هذا الأسبوع هل سأتناول درساً في القواعد؟ أم أنني سأتناول درساً في القراءة؟ أو أنني سأتناول فناً من الفنون الأدبية أو اللغوية أو رواية من الروايات المطروحة؟ خلال هذا المقطع سنتعرف إلى محتوى الأسبوع وفي متابعة لكتيب اللغة والأدب الذي يحوي فنًا من الفنون الأدبية وهو فن المناظرة في هذه الحصة عزيزي الطالب سنتناول قراءة مناظرة بين السيف والقلم وخلالها سنتعرف إلى المهارات التي يجب أن يمتلكها المتناظر وسوف نحدد أهم أسس وسمات فن المناظرة من خلال ذلك النموذج وبعد أن نحدد ما علينا وبعد قراءة المناظرة بين السيف والقلم مباشرة سننتقل لحل ومناقشة أسئلة النص من خلال التواصل في العمل الجماعي وبعد انقطاع بسيط عن نص القراءة في كتاب اللغة العربية فلانتينا تريشكوفا سنعود لنقوم بحل أسئلة الففن والتحليل من الكتاب ثم عزيزي الطالب سننتقل بعد ذلك لحل أسئلة تذوق الأدبي وخلال هذه الحصة ستقدم املاء اختباريا بسيطا في بعض المهارات الإملائية وفي متابعة التعامل مع النص سنقوم بحل أسئلة القضايا اللغوية أخيرا وهكذا أحبة الطلبة نكون قد انتهينا من الأسبوع الأول في الوحدة الأولى أسبوعا سعيدا وموثقا جدا أتمناه لكم ادرسوا جيدا حضروا أنفسكم بكل معنوية عالية إلى اللقاء اشتركوا في القناة